دائماً أحب أردد في برنامجي بأن ما نحن فيه من أزمة كورونا هي منحة نقدر نستغلها بدل ما تكون محنة أبداً هي منحة إذا فعلاً قدرنا نستغلها بشكل إيجابي بشلون نقدر نستغل هذه الأزمة الأمور الإيجابية كثيرة يا جماعة موجودة ببيتك لو كانت غرفتين وصالة لو كانت فيلا لو كان اللي يكون لو بعمارة تقدر تستغل هذا الوقت خصوصاً في وقت تحضر التجول وإحنا الآن مقبلين على شهر كريم وفضيل الله يبلغنا إن شاء الله هذا الشهر ويحفظ دولتنا الحبيبة لكويت بنتكلم الآن معكم بطابع اجتماعي نفسي طبي بنتكلم عن التغذية خصوصاً أفراد العائلة الأم والأبو والعيال إذا كانوا بعد صغار الله يعين الجميع راح تكون معاي الدكتورة الفاضلة انتصار الهندال استشاري طب العائلة ورئيس فريق الطب الوقائي في مستشفى الأحمد مساء الله بالخير مساء الله بالنور دكتورة طبعاً نحن بننوع موضوعنا موز جانب طبي اجتماعي نفسي أخلاقي بكل المحاور أنا معه مبدأ بأن ما نحن الآن فيه يعتبر منحة ويعتبر إيجابي جداً لنحن كأولياء أمور ومواطنين أكيد طبعاً كلمتك صراحة وايدة عجبتني وهي فعلاً إن شاء الله راح تكون يعني أتمنى أنها تكون منحة من الله سبحانه وتعالى يعني نرد نعيد حساباتنا شوي نهده يعني أولدي يقول لما أحس هذا يعني لنا ريستارت للعالم صح لنا وللعالم وفعلاً يعني إحنا لما نطالع تلقى كنا دوامة وايد سريعة يعني الدوام نرجع سوى دروسك حتى عيالنا يعني أنا أعتقد أنه وايد ناس اكتشفت أنه هي صح وأنا منهم أكيد ما كنا نقعد مع عيالنا كلام سريعة بالإجازة واحد رايح الشالة وواحد رايح بيت عمه واحد حتى يعني مكان واحد حتى الوجبة ما كنا نلتقي بوجبة حتى الوجبة ما نلتقي يعني كلنا كأسرة ويمدينا نقعد نقعد اشتويت بالمدرسة يعني الحياة وايد كانت ما أخذتنا كانت كلها أوامر مثل ما قلت سويت مدرسة حليت هذا لأنه ما كان في وقت نلتقي فيه الحين فعندنا وقت طويل فنقعد نسولف ونفصل ونعرف بعض فيعني أتمنى أن الناس تحط بالبال هذا الشي أن لا يفكرون بس بسلبيات كورونا وكوفيد ناينتين والمشاكل خنقول الصحية اللي إحنا خايفين أنها تصير لا خنأخذها من ناحية إيجابية أنه إحنا صار عندنا وقت نقعد مع عيالنا صار عندنا وقت نحاسب نفسنا طول هالسنوات إحنا شنو كنا قاعدين نسوي نحاسب نفسنا أو نراجع نفسنا شنو الأشياء اللي لازم نسويها ونغيرها بنفسنا وبحياتنا وبأسرنا في ناحية إيجابية صحية تعلمنا هذه الأشياء إحنا ديكاترا يمكن ما كنا نلاحظ هل إحنا نغسل إيدنا بعد كل مريض أو لا نغسل إيدنا مع أن هذا شيء أساسي أكيد أننا المفروض لو تلاحظ أي مركز مراكز ضب العائلة ستلاحظ أن كل إيادة فيها مغسلة كم دكتور فينا كان ملتزم بهذا الشيء أغلبنا مملتزمين للأسف الآن صار حتى الشخص العادي حتى الياهل والدي صغير سنتين ونصف أمرة أقول له ليش تريد تغسل يقول بغسل عن كورونا فعلمتنا علمت عيالنا على شيء يعني وائد حلو يعني هي النظافة من الإيمان وهذا شيء يعني كلنا الحمد لله متربين عليه ومتعودين لكن تعلمنا أصول حتى النظافة مسح البيت كنا يعني تمسح الخادمة بأي طريقة كانت الآن صار الكل يأرف حتى شنو المواد اللي يتعقم البيت اللي يتعقم الأرضيات اللي يتعقم الأصطح إيش لون يتنظف وائد معلومات اكتسبناها من هذه الأزمة فإيها بإذن الله راح تكون يعني إن شاء الله نطلع منها كلنا سالمين وبصحة وعافية وتكون منحة من الله سبحانه وتعالى لنا آمين إن شاء الله يا رب وجانب آخر بعض الدكتورة اللي حين نشفتها يعني إحنا بالكويت مشينا بكل تعليمات الصحة العالمية وأيضا يعني بالكويت تجتهدنا وزدنا فلاذا معناتها بإننا إحنا نكون في مأمن من هذا المرض ولا يعني ممكن نتجاوز والله شوف إذا إحنا التزمنا بإذن الله بإذن الله راح نطلع منها سالمين أكيد الالتزام وهو الأمان متى ما إحنا تراخينا وحسينا إننا إحنا بأمان بس لأن يعني أنا ساعة أقولهم ترى يا جماعة الفيروس ما يعرف أنت كويتي ولا مكويتي الفيروس هذا هذا أدو خفي العالم كله فالتزامنا التباعد الاجتماعي إجراءات الوقاية التعقيم الأمور هذي كلها بإذن الله راح تخلينا خنسميها إلى حد ما إحنا بمأمن لكن إذا كسرنا هذه الأشياء يعني للأسف يسفني أن أنا أقول هالكلام ترى ما راح نكون بأمان بالضغط نحن اليوم يعني يمكن استجد شيء يعني كبير عندنا وهي ردة أهلنا اللي بالخارج فلازم نكون جداً ملتزمين بالأمور اللي قاعدت حطها وزارة الصحة وحتى وزارة الداخلية في موضوع استقبال هذي للناس الحجر المنزلي الحجر المنزلي يعني كلهم يرجعون حجر منزلي فلازم يكون التزام أمية بالمئة أكيد لازم يكون التزام أمية بالمئة كمالة فلونزة مثلاً نأخذها والتطعيمات حتى حق الأطفال فالآن هل في مشكلة في هذه التطعيمات أم لا؟ لا أبداً ما في أي مشكلة بالنسبة حق التطعيمات موجودة في وزارة الصحة يعني إحنا بالبداية كنا شوي متخوفين هالناس لازم تيطعم عيالها أو تنطر شوي بما أننا الأزمة هذه ما ندري إش كثر فترتها فما راح نحط عيالنا في خطر إنهم ما يأخذون تطعيماتهم بالوقت اللي لازم يأخذون فيه فاللي عنده عيال لهم تطعيمات حالية لازم يستمر بتطعيماتهم وتأكد إننا خذت تطعيمته لأن التطعيمات فيها وقاية من أمراض أخرى وفيروسات أخرى ونحن لا نطلع من شيء ونلقنفس ندشينا بشيء فلازم للأطفال يأخذون هذه التطعيمات أكيد ما نأخرها على بلنا الحين أبداً لا يأخرون ومثل ما قلنا بالبداية كنا شوي متخوفين بس الحين حتى الناس نشوفهم التزمين بالتباعد الاجتماعي خلال فترة التطعيم فإن شاء الله ما عليهم إلا العافية دكتورة لأنه إذا تأيديني قاعد أشوفه الآن صار في وعي كبير بين المواطنين وبين المقيمين بين حتى الزائرين صار في وعي كبير طبعاً بفضل بعض الله عز وجل وسائل تواصل الإعلامية المقروعة المسموعة والمصادر الرسمية فصرنا الآن يعني في مأمن من ناحية التوعية والله إن شاء الله يمكن ما شاء الله الشاب صار وعي زيادة على لزوم يعني يسألونك أن أمور دقيقة وكل دراسة تطلق بالعالم تلقى الناس يعني يظلك عارفينها فيعني إحنا مع هذه التوعية وسعيدين فيها صراحة لكن إحنا مو مع الإشاعات مو مع أنك أنت بس يعني يعني ساعات في أخبار تكون مفرحة لكن إيه يعني مو دقيقة 100% ولا مؤكدة 100% فمو الله طلعوا علاج نروح نستانس وتلمون بعض ولا تروحون حق بعض لا يعني وفي أخبار أحيانا تكون يعني من وسائل التواصل يعني ما لداعي تنقلونها أبدا 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 هذا اليوم الوالدة يعتني تقولي بعد 15 يوم بيروح كورونا قلت لي ما من قالت قلت لي أنا واتساب وحدة معروفة بالكويت طالعة قائلة ترى بيروح لا يا يومة واخري عنها السؤال فهذه تبعي الأخبار الرسمية الموجودة الضبط الحين يعني ما شاء الله وزارة الصحة عندها موقعين رسميين وزارة الإعلام ومقصرين قاعدين ينقلون كل أخبار وزارة صحة بدقة في شفافية فأتمنى أن الناس هم تبعد على الإشاعات ويعني تركز على جهة واحدة دكتورة أيضا الآن الحجر المنزل ودي شوية رجع للمرة ثانية نبي يعني شون نقدر انتعامل أكثر خصوصا مثلا إذا كان ولي الأمر وهو اللي عليه الحجر المنزلي أو أحد من أبنائه كطالب ويكون يعني في عمر صغير طبعا الحجر المنزلي مثل ما قلنا يعني أحب أذكر أن هذا واجب وطني هذا الآن لازم يعني إحنا نفصل بين المشاعر مشاعرنا وحبنا حق عيالنا أو أهلنا وبين الواجب الوطني مثل لما تكون انتداش على حرب في أحد يستغلي حياة عياله بسبيل الوطن ما حد يستغلي صح ولا لا فالحمد لله إحنا مو بحرب والبيوت مجهزة بكل شيء إذا وصل ولدكم أو حتى إذا كان أهوى رب الأسرة السلام من بعيد وعلى طول يدخل على غرفة الغرفة جاهزة لي ياهر كل يعني الوسائل الراحة ما هذا قلت يعني الحمد لله بيوتنا خير وكبير وصعية وكل شيء يبيه موجود كل شيء يبيه حطوا الشباب ترى حط الانترنت هو أريد ياه من غربه صح ولا لا جاهز ياه ومتعود يعني ما كن شيء يديد بالسالفة أبدا حطوا الانترنت يلعب مع رب حطوا البلاي ستيشن وتلفزيون خلاص تلفون أشغل وطاف كاو حلاو خلاص لا هذه شوية دكتورة لش يعني هم لازم نتغذى بالسكريات في هذه الفترة يعني أوكي أنا ما بمنع الحين الناس يعني ما بيصير عليه هجوم والله الدكتورة قاعد تمنعنا على الأكل لكن اللي نوصي فيه الحين يعني التغذية السليمة جزولة وجبات صحية نعم وجباتنا يعني وهو أكيد دولهان على طباخ أمه طباخ الكويت وردوا يطبخون هناك بس عاد غير يفرق غير أكيد أمه غير نزين وجباتها تكون بانتظام يكون فيه سناكات تكون يعني صحية جزولة فواكه جزولة حتى الحلويات ممكن الوالدة تجهز لحلويات لكن يعني ما يكون معتمد على البطاط والككاة والأشياء هذه ليش؟ لأن هذه الأكلات أساسا يعني تنزل المناعة فأحنا يعني هذين الأشخاص ليش أهموا بالحجر لأننا لا نعلم هل الأهم مصابين أو لا الدكتور الذي سيزوره لماذا سيزوره؟ لأنه سيسوي له فحوصات يتأكد أنه محامل الفيروس ونذكر بس مشاهدينا يمكن أنه ما صار أعلم منه بها الأمور لكن الفيروس أن الشخص طبيعي وما في شيء ما يعني أنه محامل الفيروس فخلال الأسبوعين هذه أو أكثر يمكن تكون الدكتور راح يتابعه فإذا أنت قعد تعطي وسائل للترفيه هي لكن تغذية مو سليمة لما تتيب للوجبة ما راح يعكلها فخلنا نلتزم شوية أن نحطوا لهم الوجباتهم الرئيسية ومثل ما يعني نذكر تكون بلاستيك على أساس عقوب ما يأكل خلص يتخلص منها أسكم الله بالزبالة الشغلة الثانية وفروا له كميات ماي مناسبة عنده بالغرفة وحطوا له مثلا سلة فواكب بحيث أنك كل ما بغير يتسلى ياع ولا شيء يلقى شيء يأكله ويكون شيء صحي نعم زين دكتورة الآن الأكل حين حقنا كلنا بالبيت يعني خصوصا عيالنا قني ليلي الموضوع يعني مثلا ومن الصبح قاعدوا إياه بالليل يعني ما تعطي حلاوة ما تعطي ككاوة بطاط طبعا ما نبي نحرمه أكيد والمشكلة أننا احنا صرنا محتاجين أكثر يعني احنا صرنا نقعد بالبيت فترة أطول وكلنا نعاني من هذا الشيء نبي طاقة أو يامم نبي نتسلى بيني وبينك مو طاقة احنا قاعدين مو قاعدين نسوي شيء فلا في حركة هو الطاقة موجودة بس خمول والله يا حال صغار دكتورة وعلى حسب اللي عنده صغار يبي لا طاقة الكلار مراقين أو عادي صحيح شوف انت ممكن تتيب لهم ما في مشكلة بس الحلويات والبطاط تقدر تخلي مثلا مرة باليوم باليوم حلو ومرة سنقول بطاط أنا نفسي أنا كل هذه الأشياء صراحة يعني أرفضها لكن ما بيصعب على الناس المسألة الحين احنا يعني بأزمة ما بيصعبها عليهم لكن صدقني الأهل هم قدوة عيالهم نعم أمي بالمية إذا قلنا شلنا هذا الككاو وشلنا هذا البطاط وحطينا صحن فواكه خلي الياهل أهو يقصصه رح يقبل عليه ولا لا إذا شافك وإنت تعكل نعم الياهل ترى والله يعني صدقوني أهله أهم قدوته صح الأم لو تاكل بصل الياهل وراه يشتهي البصل اللي هي قاعدة عين خلاصي ونأكل بصل الأم ونأكل حين ما يأكلون بصل لو تاكل تفاحة وأنا ترى أنا يعني أشوفها بالمجتمع يعني أنا شوية طبيعة أكلي الصحية لما أكل تفاحة إلقعي يالي واحد ورا الثاني رح يأخذها أحيانا بالزوارة لما أخذ فاك هواكلها تشوف واحد ورا الثاني قام يتسحى بياكل فخلوا الفواكه موجودة الحمد لله ديرتنا ديرت خير كل شيء متوفر زي نبدأ لنا تحط فلوسك على بطاطو كاكاو وظل تحاتي السمنة تحاتي السمنة عليكم الأمراض الأمراض حتى العقل الهايبر اكتف هذا الياهل لما يكون ترى قاعد يأكل حلويات وبطاط ومواد يعني كلها ألوان صناعية هذه كلها قاعد تخليه يعني حركة زيادة على اللزوم يعني أحيانا يعني أوكي نحن نبي لياهل حركة لكن ما نبي يكون حركة زيادة على اللزوم فخلوا آداتكم أنتوا يا الكبار صحية علشان تنكس على عيالكم ونطلع منها الأزمة لا زايد دعوزاننا ولا فينا أمراض ولا عيالنا قاعدين يعانون منسمنا لا سمح الله دكتورة الآن الكمامات يعني يعني خلاص عرفنا بأن القلافز يعني هو ضروري إذا كنا طالعين بره لكن هم بعد الكمام لازم ألبس إذا أنا طالع بره أي الكمام إذا أنت طالع بره مثلا رايحة الجمعية يفضل تلبسه لأن المسافات بين الناس تكون يعني بعض الأحيان ما يكون قريبة شوي طبعا هو نفس الشي اللي لازم يلبسون الكمامات الناس اللي بالرعاية الصحية اللي يواجهون هذا اللي سمعنا في بداية الأزمة الآن كنا رجعت دراسات أو أقاويل أخرى بأنه لازم تلبسه حتى لو تطلع من البيت يعني إذا أنت رايح مكان يعني خنقول مثلا الحين جمعية وأنه غير الجمعية هذا هو حق الجمعية ممكن تلبسه بس أماكن ثانية مثل ما قلنا أي أنا لابسك يعني بيني وبينك أكثر من مترين ما راح أحتاج أن أنا لبس الكمام مجرد المعاقمات وليش نقول شذي لأنه ممكن أنت تحتاج حق مكان مثلا خنقول فيه ازدحام مثل الجمعية وما تلقاه يعني مع مع قلة الموارد في هذه الفترة كل ما عرفنا وين نستخدم مواردنا يكون أحسن فالكمام يفضل هملة يعني أنا أقول إذا أنت بينك وبين الناس اللي راح تكون تشوفهم مسافات متبعدة أو مثلا فيه ناس مثل ما قلنا يلبسونا بالسيارة يعني بالسيارة مع الأدائي أنت لابسها بالسيارة يعني هذا الكمام ممكن تحتاجه وبك ثاني ما تحصله فليش أنت تضيع الموارد اللي عندك نعم إذا عندك دكتورة نصيحة آخيرة والله بس أتمنى أن أهلنا اللي رادين من بره يلتزمون بالحجر لأننا الحمد لله أمورنا ليل حين مستقرة لكن إذا ما كان فيه التزام بالحجر المنزلي التزام حقيقي ما كو خمس دقائق أطلع يمكم ولا إذا ما كان فيه التزام ممكن يعني أندش على مشكلة لا سمح الله بالمستقبل فأتمنى أن الكل يلتزم بالحجر المنزلي الأهل يلتزمون والشخص اللي آي من بره يلتزم وهي فترة وتأدي وإن شاء الله يعني ينرمض كلنا وإحنا بصحة وسلامة ويعني مبارك عليكم الشهر مقدما بإذن الله لأنه عليك تسلمين دكتورة كل شكر لك الله يسلمك شكرا كل شكر ليا الدكتورة انتصار الهندال استشاري طب العائلة رئيس فريق الطب الوقائي في مستشفى الأحمدي